مرحبا بكم مجددا نكمل الحرة ليلة من إسرائيل والأراضي الفلسطينية واصل هادي عمر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإسرائيلية والفلسطينية مشاوراته مع قادة إسرائيل بعد مباحثات أجرها أمس في رمالة مع مسؤولين فلسطينيين على رأسهم رئيس السلطة محمود عباس استعرض خلالها الطرفان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية وخلال اللقاء أكد عباس على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووجوب وضع حد له وعدم إمكانية استمرار الأوضاع الحالية وأشار إلى أهمية تطبيق النقاط التي تحدث عنها الرئيس بايدن خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما في شهر مايو الماضي والاستمرار في تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن ستيفن مكينرني المدير التنفيذي في مشروع ديمقراطية بشرق الأوسط بوميدو ومن القدس ميتشل بارك الخبير في استطلاع الرأي ومستشار السياسي ومن رام الله معي عسمة منصور الصحفي والخبير في الشأن الإسرائيلي مرحبا بكم ضيوفي الكرام شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أستاذ ستيفن أبدأ معك السؤال الأول ما هي الأرضية التي تتحرك عليها الولايات المتحدة أين ترى الأرضية التي ستبني عليها مسار سلام للوصول إلى حل دولتين حسب رؤية الولايات المتحدة كي أكون أمينا أعتقد أن هذا ليس واضحا كلية والمسألة تتطلب جهدا فقط للعودة إلى نقطة البداية التي كانت موجودة لسنوات وفي السنوات الأخيرة وربما كان هناك انهيار لعملية السلام التي تركز على حل الدولتين وأعتقد أن هذه الإدارة تجد نفسها في موقف صعب في محاولة لإحياء المحادثات والمفاوضات ولكن لا يوجد إطار واضح حاليا السؤال ذاته لحضرتك أساد عسمة ورحبك من جديد هل ترى أرضية يمكن البناء عليها لإطلاق مسار سلام؟ نظريا هناك بالفعل أرضية لفظيا الإدارة الأمريكية الجديدة الإدارة الديمقراطية تتبنى حل الدولتين لا زالت تؤمن أن هذا هو الخيار الأمثل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بخلاف الإدارة السابقة وبخلاف حكومة نتنياهو التي كانت تتجه نحو اتفاقيات مع دول عربية واتفاقيات تطبيع ومشروع ضم أو معرف صفحة الكرن ولكن على أرض الواقع هي لا تبذل جهد كافي لتثبيت هذا الحق هذا الحل وأسسه التي تتلاشى مع تزايد الاستيطان ومع ما نشهده من تعنت إسرائيلي أطرف الذي حتى الآن يرفض هذا الحل هو نفتالي بنت وحكومته رغم أن هناك أطراف من هذه الحكومة بالأمس عبرت وفي أكثر مناسبة عن قناعتها بأن هذا هو الحل الوحيد الممكن إلا أنه نفتالي بنت يضع العصي في دوليب هذا الحل والإدارة الأمريكية خشية من انهيار هذه الحكومة وبسبب تركيبتها المعقدة والهشة لا تمارس أي ضغوط عليها وإن كانت النوايا حسنة وخطاب رئيس بايدن في الأمم المتحدة أكد على هذا الحل إلا أنه عدم الإقدام على ضغط حقيقي وتقديم مشروع جدي وعملي سيجعل هذا الحل مهدد بأن يصبح مستحيل التطبيق وغير ممكن على المدى البعيد بسبب الاستطار وبسبب الوقاع التي تثبت على الأرض لذلك نحن نعتقد أن تعبير عن نوايا وحده لا يكفي أشكرك تفضل ضيفي أستاذ ميتشل برك من القدس سؤال ذاته لحضرتك إن كنت سمعت السؤال الآن هل بالفعل هناك أرضية مشتركة وإن كان هناك أرضية مشتركة لماذا لم يأتي بنت على ذكرها في خطابه في الأمم المتحدة لم يأتي على ذكر هذا الشق نهائيا في الخطاب هذا أثار الكثير من التساؤلات نحن نتحرك إلى الأمام بالفعل لا أفهم التشاؤم نعم هناك إدارة جديدة في واشنطن وهناك مبعوث سلام لإسرائيل والفلسطينيين من خلفية عربية بدلا من أن يكون يهوديا مواليا لإسرائيل هذه خطوة في الاتجاه الصحيح رئيس الوزراء بنت جاء إلى واشنطن بشكل عام بالنسبة لإدارة بايدن الشرق الأوسط وإسرائيل والفلسطينيين ليست على سلم الأولويات سواء محليا أو دوليا هناك أفغانستان وإيران وبالتالي ليست أولوية كبيرة ولكننا نرى تقدما لأول مرة رئيس وزراء إسرائيلي وعضو في الكنيسة كان في الحكومة زار عباس في رمالة حزب ميريتس رئيس الحزب ذهب لزيارة الرئيس عباس في مكتبه في رمالة هذا تقدم كبير أو ضخم هذا شيء غير متوقع كانت هناك محادثات صريحة مع الرئيس عباس الذي قال في ظل ظروف معينة سيحاول أن يتحرك إلى الأمام أو سيكون مستعدا وأعضاء ميريتس قالوا إنهم سيحافظون على حل الدولتين حيا في الحكومة وهناك فرصة حقيقية الشخص الوحيد الذي لم يتغير في آخر 12-13 سنة هو رئيس السلطة الفلسطينية الذي دخل عقده الثاني الذي بدأ بأربع سنوات أعتقد حان الوقت للشعب الفلسطيني أن تكون له ديمقراطية وأن تمارس السلطة الفلسطينية الديمقراطية وأن تنتخب أو تعيد انتخاب نفس القيادة وربما يكون هناك فجر جديد في الشرق الأوسط حتى الآن إدارة جديدة في واشنطن إدارة جديدة في القدس وإدارة بينت ولابيد هناك رئيسين للوزارة هذه الحكومة أكثر عملية وأقل ديماغوجية بالمقارنة مع الإدارة السابقة وربما يكون هناك اهتمام حقيقي في التحرك للأمام الأمر يتطلب الطرفين وهذا ليس سهل ولكن أعتقد أن هناك احتمالات جديدة سؤال أخير لحظتك في هذه النقطة لربما ضيفي من واشنطن لماذا يكون هناك أو يوجد هناك تحرك أمريكي الآن في ظل عدم موجود ميول إسرائيلية لإطلاق هذا الملف أو إطلاق عملية السلام اليوم والاكتفاء بقضية الخطة الاقتصادية في تلك الحدود هل انتظار لبيد سيكون هو الحل؟ تفضل بالتأكيد أنا أتفق مع تعليقات الضيف السابق أن الشرق الأوسط ليس أولوية لإدارة بايدن ولتكرار ما قلت سابقا الانطلاق من مكان صعب المفاوضات الخاصة بعملية السلام كانت ميتة منذ سنوات وأعتقد أن من الإيجابي أن نرى بعض الجهود أرى بعض العلامات الإيجابية الصغيرة ولكنها متواضعة في نطاقها والمشكلة هذه مشكلة خطيرة وتتطلب جهدا جادا لإحتواء النزاع وتسوية القضايا بين الطرفين وبصراحة لم أجد علامات أن هذه القضية تعتبر أولوية كبرى بالنسبة لهذه الإدارة أعتقد أن هذه خطوات صغيرة ولكن أمامنا طريق طويل لقطعه وكما قال الضيف من رامالله لم تكن هناك تغيرات على الأرض رغم الاجتماعات هناك الكثير من التطورات السلبية التي يجب أن تفكك قبل أن يكون هناك أي تقدم حقيقي تفضل ضيوف الكرام بالبقاء معي نقلت صحيفة إسرائيلية صحيفة هائرتس عن مصادر فلسطينية لم تسمها بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتحة القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وهي التصريحات التي أعادت للواجهة الجدل الأمريكي الإسرائيلي حول القنصلية التي تقدم خدمتها خصوصا للفلسطينيين والتي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملاته الانتخابية بإعادة فتحها أعود انتخابية تتقاطع مع مصالح إسرائيلية وتتشابك على أبواب القنصلية الأمريكية المقصدة في القدس الشرقية افتتاح القنصلية التي أغلقت بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 وعد قطعه الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية التنفيذ تأخر قليلا ولكن التأكيدات على الالتزام الأمريكي بالقرار لم تنقطع رغم الاعتراض الإسرائيلي صحيفة هارتز الإسرائيلية نقلت عن مصادر فلسطينية لم تسمها بأن مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية أبلغوا السلطة الفلسطينية بأن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ستفتتح في غضون أسبوع قليلة وتحديدا بعد الموافقة على الميزانية العامة في إسرائيل مصادر الصحيفة الإسرائيلية أكدت أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت على ميزانية تشغيل القنصلية في القدس واتخذت المزيد من الخطوات الفنية لتنفيذ القرار إسرار أمريكي تبرره واشنطن واعتراض إسرائيلي تواضحه تل أبيب الولايات المتحدة ترى في إعادة فتح قنصليةها في القدس إعادة لفتح الأبواب مع الجانب الفلسطيني بعد أن أغلقها قرار ترامب نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ولسيما والقنصلية كانت تعنا بشؤون الفلسطينيين إصرار أوضحه البيت الأبيض استنادا إلى المتحدثة باسمه جين ساكي التي قالت إن الأمر بمثابة الخطوة الطبيعية التالية نحو استعادة العلاقات مع الفلسطينيين هذا عدا عن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن القنصلية ستستخدم أيضا لإعادة التواصل مع المجتمع المدني الفلسطيني وقطاع الأعمال إسرائيل التي وصفت الخطوة الأمريكية بالسيئة ترا فيها تعديا على سيادتها وزعزعة لاستقرار حكومتها بحسب وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت خلف الكواليس تدور مباحثات ومفاوضات كشفت عنها تسريبات لمصادر مطلعة إسرائيل تقترح نقل مقر القنصلية الأمريكية إلى أبوديس بدلا عن القدس الشرقية وهي بلدة متاخمة للقدس تقع ضمن نطاق الضفة الغربية مقترح لم تتلقى تل أبيب ردا عليه من واشنطن فيما يصعب التكهن بموقف الإدارة الأمريكية منها أعود مرة جديدة إلى ضيوفي أستاذ ستيفن ضيفي من واشنطن هناك معضلة قانونية هنا كيف يمكن أن يكون هناك قنصلية وسفارة في المدينة ذاتها الآن هل يمكن تحقيق هذا الوعد الانتخابي من قبل بايدن أم لا نعم أعتقد أن هناك أشياء كثيرة مختلفة في الموقف بين إسرائيل وفلسطينيين تختلف عن باقي العالم وأعتقد أنها فكرة جيدة إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية أعتقد وفي رأيي أنه كان مضرا للعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أن تغلق هذه القنصلية إعادة فتحها سيكون خطوة إيجابية صغيرة تثار مرة جديدة أستاذ ميتشيل باراك ضيفي من القدس قضية أبو ديس اليوم الموقف الإسرائيلي يميل إلى ماذا؟ ما هي الفتوى الإسرائيلية بهذا الشأن؟ الإسرائيليون متضايقون جدا أن الولايات المتحدة تفكر في إعادة القنصلية للفلسطينيين في القدس الشرقية خاصة بعد نقل السفارة من تل لبيب إلى القدس ولكن بالنسبة للإسرائيليين هم يرون إسرائيل كعاصمة إسرائيل الموحدة ولن يشاطروها مع الفلسطينيين كعاصمة بما في ذلك أبو ديس وهي نوعا ما جزء من القدس وكل هذه الأشياء لا تحظى بالشعبية لدى الإسرائيليين والإسرائيليون أثاروا الموضوع حتى بينت أثار الموضوع مع الرئيس بايدن وقال إسرائيل تعارض ذلك والموضوع أصبح موضوعا سياسيا ساخنا لأن كل الليكود واليمنيين يستخدمون الموضوع هذا ويقولون هذا ما كان يحدث في عهد نتنياهو وهذه مشكلة لإسرائيل أشكرك سيد ميشيل حقيقة الأمر أنه بعد إدارة ترامب وإعطائها أشياء كثيرة لإسرائيليين ربما حال الوقت لتقديم تنازلات للفلسطينيين في إجراءات بناء الثقة وهذا ما يبدو إدارة بايدن تفعلها السؤال ذاته لحضرتك أستاذ عسمت وسأعطيك المزيد من الوقت والمزيد من الأسئلة للإنصاف حقيقة هذه خطوة إذا ما التزم بها بايدن ستكون خطوة بالاتجاه الصحيح هذا أقل ما يمكن قيام به لعادة بناء الثقة بين الإدارة الجديدة وبين القيادة الفلسطينية خاصة بعد القطيع التي سادت في الفترة السابقة والحياز المطلق من كمال إدارة ترامب لنيتنياهو وحكومة اليمين في إسرائيل هذا أيضا يتماشى مع القانون الدولي الذي ينص على أن الكدس هي عاصمة دولة فلسطين وهذه حقيقة يثبتها القانون الدولي وهي مرجعية أيضا ضمن اتفاقيات السابقة وأساسها اتفاق أوسلو وبالتالي هذا أمر لا يفترض أن يكون فيه جدال ويفترض أن تصوب الإدارة الأمريكية هذه الخطوة أيضا تحدث الزميل من الكدس أن الفلسطينيين يجب أن يغيروا وأن الحكم الذي منع التغيير والديمقراطية في فلسطين هي منع الانتخابات في الكدس من كمال الحكومة الإسرائيلية ورفضها إجراء هذه الانتخابات بالتالي شعبنا يتطلع لإجراء الانتخابات وأنا واثق أن الانتخابات ستحدث تغيير إيجابي لدى الشعب الفلسطيني ولكن هذا مرهول بالتسهيلات والخطوات التي يمكن أن تقدم عليها الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لاحظ أنه في كل ما ذكر الآن من فتح الأبواب واستقبل المبعوث الأمريكي وأبدأ استعداد للذهاب لكل الخطوات الإيجابية بتجاه الحل السياسي والتجاوب عن إدارة الأمريكية هو الطرف الفلسطيني بينما الطرف الإسرائيلي ونفتالي بين التحديد أن يرفض ذكر حتى كلمة حل الدولتين يرفض طلب من جانس بأن يجتمع مع أبو مازل أو أن يعقد لقاء على مستوى الزعماء يمكن أن يذلل بعض العكبات أو أن يذيب الجليد ويعطي بعض الأمل بالتوصل إلى السلام ولكن هناك لقاءات ما بين يسار ويسار الوسط ولكنه التقى من يسار ويسار الوسط من الحكومة الإسرائيلية صحيح صحيح وهذا مجرد أن يوافق الرئيس أبو مازل أن يعقد لقاءات على مستوى الوزراء هذا إبداء لحسنية وإبداء لفتح أبواب وإعطاء أفق ومحاولة تشجيع الطرف الإسرائيل هو طلب لقاء وبنت غضى وبنت غضى الطرف عن هذه اللقاءات ألا يبدو كأنه أيضا بادرة حسنية من قبل بنت بأنه غضى النظر عنها ولكنه اشترط ولم يعطي تفويض لبحث قضايا سياسية هذه اللقاءات تبحث قضايا معيشية يومية اقتصادية حياتية تنسيق أمني وتنسيق في القضايا المدنية هذا غير كافي هذا لا يعطي أي أفق مستقبلي للشعب الفلسطيني هذا ربما يكسب بعض الوقت ولكن هذا لا يشكل حل جذري ولا يشكل بديل عن الحل السياسي القائم على أساس تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفك ما اتفق عليها الطرفين في اتفاقية أوسلو وفك ما المرجعات الدولية ولكنه قد يكون يندرج تحت ربما تعويم الرئيس السلطة الفلسطينية الآن من قبل بنت من دون أن ينخرط بشكل مباشر يا أستاذ عصمت لا حتى يعني أنا استمعت مثلا ضيفك يكون أنه ربما ننتظر حتى يأتي يائر لبيد ومناوبة يائر لبيد حتى لو جاء يائر لبيد تركيب الحكومة ستبكى كما هي ونفتالي بنت يستطيع أن ينسحب منها أو أن يضع فيتو في أي وقت لذلك نحن لا نحتاج إلى تعويم ولا يكسب وقت نحتاج لخطوات عملية باتجاه حل سياسي هذا هو الذي يضمن انفصال بين الجانبين وسلام بعيد المدى ويحقق الاستقرار لكل الأطراف أنا أعتقد ما دون ذلك نحن عمليا يمكن أن نكسب بعض الهدوء لبعض الوقت ولكن هذا سيعيدنا المربع الأول تفضل أستاذ ميتشيل تعليق أخير سريع من حضرتك رجاء نعم أعتقد مرة أخرى أنه يجب أن تكون هناك أو هناك فرصة جديدة هناك إدارة بايدن إدارة بينت وهناك حركة بسيطة إيران لا تزال الموضوع الأساسي بالنسبة للإسرائيليين وتنشيط العملية ندرك الإسرائيليون يدركوا أن الوضع القائم في عهد نتنياهو لن يستمر والمزاعم الرئيسية ضد عباس والسلطة هي أنهم لا يزال يمولون الإرهاب وهناك من يقتل الإسرائيليين والسلطة تدفع لهم هذا يجب أن يتوقف كإجراء من إجراءات بناء الثقة رئيس الوزراء الحالي وهي أغرب حكومة إسرائيلية وتشمل إسرائيليين عرب في الحكومة هذا إنجاز رائع شكرا جزيلا وفي الواقع يمكن أن يذهبوا إلى رمالة ويجلسوا في مكتب عباس هذا مهم جدا شكرا لك أنت أستاذ ستيفن وخبير ستطلع ورأي ومستشار سياسي حضرتك أستاذ ميتشيل وشكرا لك من رابالة عسمة مصور الصحفي والخبير في الشأن الإسرائيلي